في اطار استعدادات الاكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024 وفي ضوء حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على متابعة مستويات التأهيل العلمي والثقافي للطلاب التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من طلاب الاكاديمية حيث دار حوار مفتوح شمل مجمل الاوضاع والتحديات الدولية والمحلية التي تمر بها المنطقة الف مبروك ان شاء الله نفرح بكم بتخرجكم وان شاء الله تبقوا اضافة كبيرة جدا للقوات المسلحة بالجهد اللي اتعمل خلال فترة اعدادكم في الكليات وخلال السنين اللي فاتت وان شاء الله توفقوا في حياتكم من العملية حيث تناول اللقاء ثوابت السياسة المصرية بالتوازن والاعتدال والايجابية لانهاء الازمات والصرعات في المنطقة احنا لنا ثوابت في سياستنا الخارجية الثوابت دي تتسم دائما بالاعتدال والتوازن في معالجة قضايا سواء كانت القضاء دي على مستوى الاقليم اللي هو منطقة الشرق الاوسط او على مستوى العالم ويكون دايما دورنا دور ايجابي يعني لانهاء الازمات وحلها مش لتصعدها دي سوابت احنا مشين بها في السياستنا الخارجية والحقيقة دي مقدرة من دول العالم كلها انه يحس ان مصر لها دور ايجابي في ان هي ما بتقومش ابدا بالعمل على سرعات او اسجاء سرعات او التآمر على الاخرين او التدخل في شؤون الاخرين دولي احنا انا بتكلم طيب احنا بنحاول زي ما قلت اللي هو سياسة متزنة شديدة الاعتدال ما امكن ومحاولة ان احنا نمارس دور ايجابي في انهاء الازمات على مستوى العالم منطقتنا بتمر بمفترق طرق خطير جدا وما احداه يتطلب مننا كلنا ان احنا ننتبه لده وللعمل على ان احنا نوجد زي ما قلت احوار استراتيجي فيه ما بيننا كلنا للوصول الى حالة من التفاهم تجاه مصالحنا اللي اكيد مش متقطعة مع بعضها البعض بنبذل جهدي جوير جدا وجهدي ده حقق اهدافه او حقق جزء من اهدافه مع الدول ديت ودول اخرى وتناول اللقاء مبادرة حياة كريمة وهنا حياة كريمة احنا كنا عملها تلات مراحل احنا كم مرحلة؟ تلات مراحل تلات مراحل كل مرحلة 1500 قرية كم؟ 1500 قرية 1500 قرية في كل مرحلة والتوابع التوابع بتاعتهم حوالي 38-40 ألف تابع لل4500 قرية دول كم؟ حوالي حفاظهم 40 40 ألف تابع يعني ايه؟ اللي هي شوية البيوت اللي حوالين القرية في هنا وهنا 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 وكده ماشي؟ وبدأنا مرحلة على ان احنا التكلفة المالية اللي محطوطة للموضوع دوت هتكلف 600 مليار جنيه لما نزلنا على الأرض يا أحمد الحجم حجم حجم المطلوب ضخم جدا وكان لازم نعمله في المرحلة الأولى احنا عربنا نخلص فبدأ كنا حملين حسابنا انها تاخد سنة سنة ونص خدت تلس سنين وخدت خدت بدل 200 مليار جنيه حياة كريمة المرحلة الأولى دخلة في 400 مليار جنيه المرحلة الأولى طيب المرحلة الثانية هتبقى كام أكيد الرقم زي ده ان ما كانش أكتر ومرحلة الثالثة كمان زيها طيب احنا بدأنا بقاني قرى يا أحمد احنا بدأنا بالقرى الأقصر تضررة الأقصر حاجة وقلنا يعني كالعملية مش عملية ايه جينا لا ده احنا درسنا ايه القرى اللي احنا ندخل فيها وديناها أولويات المرحلة الأولى دي هي القرى للصحابة ثم القرى الـ 1500 تانين هتبقى الأفضل شوية وثم المرحلة الثالثة والأخيرة ان شاء الله كده طب الرقم كام الرقم زي ما قلت لك كده المتوقع للمرحلة الثانية 400 مليار طبعا الزوف اللي احنا فيها الزوف صحابة يا أحمد وانا بقولها لكن لا يمكن لا يمكن وانا بأكد لك ده ان شاء الله ان احنا هنتوقف على الخطة دي خطة حياة كريم لا يمكن انما عايز اقولك ايه انا انا فقط في الكام شهر اللي فاتوا دول من موارد قناة السويس بس اكتر من 300 مليار جنيه اللي هما ايه حوالي ستة ستة ونص مليار دولار آآ ستمائة 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 مليون دولار شهرقيا في المدة دي كلها ولسه فده يعني خلاني بننهي المرحلة الاولى لكن وابتدينا نخش على استحياء في المرحلة التانية لكن الخطة ماشية يمكن قوة الدفع بتاعتها اقل شوية نتيجة الزوف اللي بحكي لك عليها اللي بتمنى من الله سبحانه وتعالى انها تنتهي كما اكد سيادته على اهمية دراسة الرقمنة وعلوم الحاسبات للدخول الى ميادين عمل جديدة فيه في الرقمنة بتتولد مليون فرصة عمل جديدة على الاقل في هذا المجال كم؟ مليون فرصة عمل وبالحقيقة ان فرص يعني ان يتولى او يحد يلتحق بهذه الوظائف مش كتير قوي ليه؟ لان مستوى التعليم المطلوب لممارسة هذه الوظائف مش كتير وهنا على سبيل في مصر في بلدنا احنا مهتمين جدا بالموضوع دوت بان احنا يبقى موضوع الرقمنة والحاسبات ونظم المعلومات وكل الشغل المرتبط بالذكاء الاصطناعي كل العلوم المرتبطة بيها احنا محتاجين نضخ فيها شباب وشابات اكتر كتير من الاعداد اللي بتخش ونخلي مستوى التعليم اللي بياخدوه مستوى تعليم متقدم جدا لان ده الفرص اللي عمل بتاعته موجودة وموجودة من البيت انت معاكل الحاسب بتاعك ممكن تشتغله تخاطب العالم كله وتقدم مواهبك وهم يطلبوا منك ويبقى فيه اتفاق ويبعدت لك المقابل بتاع الشغل اللي انت هتعملوله وتخيل تخيل ان ده متاح دلوقتي ومتاح بالالاف الوظائف من مستوىات مختلفة وانا كنت كلمت في الموضوع ده قبل كده كتير وقلت ان احنا في مصر لكل يعني الاسر الاسر المصرية انتبهوا وعلموا اولادكم تعليم اللي ياخدوا فيه فرصة حقيقية للعمل وعمل ايه زعائد ما عندكش فكرة كل ما يكون يعني الحاصل على المؤهل سواء كان شاب أو شابة متقدم جدا في تعليمه كلما زادت فرص انه ياخد انا بكلم على النظم وعلى اندسة الحاسبات وعلى الذكاء الاصطناعي وعلى كل ما هو كل المجال ده كل ما يكون المستوى التعليم متقدم جدا جدا كل ما بيبقى عنده فرصة انه بيشتغل وياخد عائد مجز جدا 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 انا عايز اقولك من غير ما اذكر دول فيه دول المواطن فيه هياخد 3000-4000 دولار في الشهر وفيه دول تانية ياخد 30-40000 دولار في الشهر ده حاسبات ورقمنة وده حاسبات ورقمنة ولكن مستوى التعليم ومستوى التأهيل ومستوى الاجادة مختلفة كم؟ 30-40000 دولار في الشهر و50000 دولار في الشهر كمان طب ده معناه ده متاح لابناء وبنات مصر طبعا بشرط انهم يلتحكوا وبسرعة في هذا التعليم والاهالي في مصر تحطوا هدف الاهالي في مصر تحط هذا الموضوع هدف وانا اتكلمتي فيه كتير والمفروض ان كل جيسة الدولة كانت تشتغل لالقاء الضوء عليه وللاشارة لي ولمساعدة الناس على انها تتاخد التعليم ده ان انا قلت قبل كده الاهالي بتاخد ابناءها وبناتها يروحوا بيها المدارس او يروحوا بيها مراكز الدروس يعني لو هم حطوا الجهد ده في الموضوع اللي بقول عليه اللي هو العلوم ديت والكليات ديت واحنا متوسعين فيها بشكل كبير جدا بس يهتموا بيهم وانه هم في الاربع السنين بتوع الدراسة يشتغلوا معاهم بشكل قوي جدا بحيث انهم يبقوا مستواهم يحقق المعايير اللي بقولك عليها انتوا هتجدوا فرص عمل ليهم وعوايد كويسة المصر وردا على سؤال من احد الطلبة بشأن السلوكيات غير القانونية لاستغلال المميزات التي كفلتها الدولة لسيارات يذوي الإعاقة عربية رغم ان هي فيها امكانات كويسة بسعرها بس كلها جماعة مش صح الموضوع ده مش صح وترتب عليه الفكرة دي نفسها لما الدولة ما عملتهاش بشكل متعمق في الدراسة الناس اللي احنا بنستعرف ان احنا نساعدهم بزرفهم اللي ربنا سبحانه وتعالى اه يعني اتحطوا فيها اتضروا احنا فجئنا ما يقرب من مئة وستين مئة وستين في المئة من المعاقين والباقي يا اما ورق مش مظبوط يا اما ادوا للمعاق حاجة واخد منه يعني بطاقته واخد منه كده وراح جاب العربية الكلام ده مش احصل تاني انا مش بقول كده عشان انت ما تعملوش لا انت بخدو ما تعملش كده واكد سيادته على تماسك الشعب المصري باعتباره الركيزة الاهم للحفاظ على امن واستقرار الوطن انا متصور ان الاختبار خلال العشر اتناشة سنة اللي فاته رغم كل الظروف الصعبة دي هو متماسك ومتفاهم وانا بقول له يعني بسجلك ده والتاريخ هيسجلك ده انك انت قدام كل الاجراءات اللي تعملت وكل الظروف الصعبة اللي مرنا بيها فيها صامد ومستقر ولازم نستمر في صمودنا واستقرارنا حتى نحقق بفضل الله سبحانه وتعالى اللي احنا بننشده من خير وتقدم وازدهار لبلدنا الشعب المصري هو محور ارتكاز استراتيجي للدولة المصرية الشعب المصري محور ارتكاز استراتيجي للعفاظ على الدولة المصرية وبالتالي هو اللي بيحاول يعبس اللي بيحاول يحرك بيشتغل على ده وزي ما قلت كده في زيكم شباب كتير جدا دلوقتي موجود ده عنده عشرين وخمسة وعشرين واهل شوية ده ما حضرش الحالة اللي احنا كنا موجودين فيها وحجم الخراب اللي احنا عشنا هل بعضكم يعتقد انه قولي يعني هل هذا الموضوع هو المهم انا عايز اقول لكم هذا الموضوع هو الاهم هو الفهم هو ده اللي حيخليك تصمد وتستحمل معايا لما ظروفك الاقتصادية تبقى صعبة هتستحمل هتبقى عارف ان الموضوع مفيش حد وانا قلت الكلام ده قبل كده على في مكاني يعني او اي مسؤول حد عنده فرصة من يساعد الناس اللي عنده وميعملش كل سلام انتو طيبين والف مبروك وسعيد بكم وسعيد باسئلتكم وفرحان بكم متشكرين خلي بالكم من نفسكم حافظوا على نفسكم حافظوا على أسركم لما تتخرجوا بالسلام ان شاء الله قريبا الف الف مبروك لكم والأسر